اشتركوا في القناة 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 سيبقى لا أكد إيه في إيه في النور فبيقول يا بيتنا كلا سابت تعالى أبو ثم كلا سابت تأكيد لما نعرفه عن إيه عن أهواتي وما هو يعمل كلا لو تعلموا العلم اليقين طيب يعني إيه من يدرقنا كلا لو تعلموا العلم اليقين وإن لو تعلموا معاهكم علما يقين يما أهل وقتك إذا تعرفوا في حياتكم النور بيهانكم رجحين ما كانش ألحكم وما كانش إيه والتفاقر إيه ميمي طيب يقول يا بيت بعد كده لترى ونجعين هم الناس يا أولاد اللي شغلهم عن طاعة ربنا للأشياء اللي تقول لها هي أمصرهم إيه طبيعي لا معنادش عبادتهم عمالة بتشفر ومتعتش ربنا ومعنادش أي حاجة تنفعني في الحرش هربط نصحات عليها الجزين نالي خلني الكلام على تقول الأعمال السيئة دي أو ما تعملش أي حاجة طاعة ربنا لأ لأ هنخش إيه ناس الأعمال الأعمال ديت وتلاهم عن طاعة ربنا ما صر يا ولاته هما ألها وادخلها يا لا يعزنا مع غير الشحين ICE يبقى ترون نالشgieنا ومناحكم عندها والله يترون نالشحين معادها ترون نالشحين والله يتروننا مشيحين يعني إن شاء الله إذاً يتكاسل الإشاءات الي très bra seul عندنا التباقل والتتاخل للأموان والأولاد انتوا يتشوفوا مجاهدين بأعين ويأولاد لنا معاينة بعد ذلك الآن سوما جروننا معاينة لأولاد عينة لأقومين معاناها المجاهدة انت هتشوف بعينة هتشوف بنفس الجرعين دية المسؤولة عن النظر أو المعين المجاهدة معاناها نفس اليقين وهو المجاهدة يقول لنا حبابي ان هنا الناس الذين عملت الأعمال ديت مجهدة بدأتهم تلك العمل الصالحة مصرها للجحيم والنظر جهنم والعصور للأي وهي أولاد تمن يشوفوا بأعينهم معانا فتشوفوا بآعينهم تتيكت انشغالهم بالدنيا وانشغلوا بالدنيا عن الآخرة ده بقى الأصلهم يشوفوا بأعينهم يوم مرتينة وانشاندهم نره جهنم ويعذلك ينره جهنم وفي الجنين معاناها حتى الآية ويقول أنه يدل عن النعيم أنتمكن في الوقت أن يتمكنوا طيب العيش أنتمكنوا طيب العيش ومرادي أولاد بالنعيم الذي أرهبهم عن طاعتر الضب يبقى أولاد في الآية الأخيرة الناس الأولاد الذين كانوا يجيئون عن طاعتر بالنسبة سبحانه وتعالى لأنهم أولاد أنتمكنوا طيب العيش إذا أردت النعيم عن التفاهم والمتقاصف بالأموال والأولاد والكام إنها أعقد زمال كيهة سيئة هل أنا أرشعرت بل كلامة أعقدوا حد كويسة علىي أو في الآخر لأنه أعقدت من السيئة ويضع على أي أذن تحديق قرآنية أو الأذن تحديق قرآنية أو حديق قرآنية ويضع على أي أذن تحديق عمل الصالح والإنشاءات متعددة قرآنية ويضع على أهن وإنكت الأيات التي كانت هذه الصورة من ثلاثة أن يوم القنوية الحق فيما بياما إليها عياتهم وعلى أن حساب أيضاً حق لها تحسن أن الله سبحانه على يوم القيام وكذلك قول الأيات إلى شكري الله تعالى على نعم باستعمالات الخير أو أن نعم الشيء يمع عليها بيها استعمالها في الخير وصف تحسن الله سبحانه على ما قدمناه يتحايا الدنيا وعن أطراق ويوموا أيام الفيديو على اي 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 اعمال بخير او شغل لازم يكون في اليوم ويوم حسن بكل ايه بكل الاشخاص بسلطة ما عصبنا الضغط عالى على ما قدرنا فيها زين الدنيا وعن ايه وعن نعم ماذا عملنا بي اي نعم اللي بحال تغطير سبحات عالى مدنى عن نعم ربنا يا حزن استطمتها في ايه يعني حين اندي مسلا ربنا يا مدنى عليك بالنعمة دفكي ربنا يا سألت استطمتها في ايه يا كنت بسلطة بسلطة يا وقشك ربنا يا حزن لو كنت استطمتها مثلا في عمل فيه زفرات القرآن الكريم او اي عمل ربنا يا حزن على الاعمال بتاعت اي مكان للنعم يا ربنا سبحانه وتعالى لما اندي عليك بيها ربنا يا حزن يقول لك انت عملت بيها يبنز عملت ايه بيها فهاجب يا ربنا ان احنا نشكر ربنا سبحانه وتعالى على النعم وان نحسب استخدامها طيب لو كنت قلت لكم ها ما اسم الصورة اه الصورة بتاع صحة صورة التكافل طيب عندي سؤال يقول يا اولاد الهاكم التكافل حتى زلتم هل مقابل تجوزك من السورة بتاعشب وقلت وشير به ايه الآية الى صفة مجموعة فما هي الصفة القبيحة على المزموعة التي محببة معانا بالصورة نصفة يا اولاد اتباك بيقصر متاع الدنيا معانا يا اولاد السؤال تعمت انا الآية الكريمة علامة مع الاموان ولماذا س هل ان الجافة بيعذية شك الشخص محببة او شكل مثب ايه واذي يدر ? بتنهيني عن التفاخر بالاموان واغلاء والياء رابنا عاقبت ذلك سي iemand إذا وأنت لم يتفخرت بالأمول الأمور، ويبقى عقدتها عليّ إيه بلد سيئة. يبقى عادة أنّ هناك أي خليم عن التفاخر بالأموال والأملاد مويتين. لماذا وأنا لماذا؟ لأنّ عقدت ذلك سيئة. معايا يا ولدت آخر السؤال، ماذا نتعلم من الصورة أو تعلمنا إيه؟ تعلمنا شيئاً، أول شيء عايا، ولدت تعلمنا عدم التفاخر بالأموال. عدم إيه بلد التفاخر بالأموال. والثاني بحاجة يا ولدتنا عايا، لأنّ أشكر الله سبحانه وتعالى على النعمة، ونبسل إيه؟ استردامة. أشكر الله سبحانه وتعالى على النعمة الكثيرة، وأبسل استردامة. وبكده يا ولدتنا احنا تصارنا نقطع صورة بالأثرة، وأقارت بعض البعايا المهمة والصعبت. وبكده يا ولدتنا احنا إيه؟ فهمناك أنّ نحفظ السورانية، ونحفظ النعام التي تعلم أنّ نتعلم أنّ نشكر ربنا على جميع نعمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة إشتركوا في القناة